السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? دلوقتي هنروح محاضرة الامبريولوجي اللي هي بعنوان ابل ما يدخل في المحاضرة على طول كده هنتكلم عن ثلاث نقط كده يعني ايه ممكن يكونوا مهمين يعني اول حاجة ان احنا عايزين نكونه يعني احنا عايزين نوصل ايه في الاخر عايزين نوصل لثلاث حاجات اللي هو بالنسبان للهات احنا نتكلم عن الميل فهيبقى تمام تمام هنكلم بقى لما نيجي نتكلم عن كل واحدة في دولار هنمر بمرحلتين مرحلة دين يعني بتاخد نفس الشكل سواء ميل او في ميل تمام بتبقاش مختلفة تمام بتبقى ثبتة سواء ميل او في ميل ااه اه في دي فرنت بقدام يحصل ايه اختلافات سوى ميل او في ميل سواء هيكون ا اة تستس ولا اووري ولا هيكون اуры وقال method او الا ايه اه تمام بجدى يحصل في ما اللي بدي بقى يحصل فيها بقى الاختلافات بنائه على الجينات تمام الاختلافات دي هن زي ما بنقول دلوقات ان ايه بتحصل بسبب الجينات تب الا ايه اللي بيحصل اصلا بيحصل انه الا اريح بيبدأ من اول يوم تمام اول يوم حصل يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعرف انه دوان ميل بس احنا طبعا اش عارفين فاحنا دلوقتي هنفترض ان هو اللي عمل فورتاليزاشن فالوايكرو المسوم دوان بقى اللي بيميزه بيميزه ان هو عليه حاجة اسمها سيكس دي ترميينج ريجيون جين تمام الجين اين دوان بيحفز فكتور اسمه تستس او تستيكال تستيكال تيتروماينيج فكتور من اسمه تستس يعني فها فهي فهو اللي هيحفز ان تستس تتكون وبالتالي يكون ميل ديبالومنت اه ال غياب الجين ده بقى هو اللي هيه غياب الجين معنى ان ما فيه شوية كون نسوم معان النهاية ان هي اكس اكس وبالتالي في ميل ديبالومنت تمام ديان ايه اه اه ثلاث نوقات كده مهمين قبل ما يبدأ تمام للوقتي هصلا وكوننا الجنين. الجنين ده ها بيتكون هيكون بداياتا يعني هيكون من ثلاث حاجات او مش من ثلاث حاجات ايه هيكون هيكون ثلاثة تلاثة دين هما اللي احنا عارفينهم والميزودرم والاكتودرم. تمام? احنا دلوقتي بنكلم عن هيخرج منين هيخرجهم من ميزودرم. وبيض اخص ايه الانترميديات ميزودرم. لان الميزودرم بيتكون برضو من ثلاث مناطر. بيكون من بارو اكزيال ميزودرم وجنبه انترميديات ميزودرم وعلى اللاترال بليك ميزودرم. فاحنا هنتكلم ان البيضاكتف سيسم هيخرج من الانترميديات ميزودرم. تمام? ايه اللي هيحصل بقى? هنبدأ نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجة هنتكلم على او احنا قلنا ان هما بمروا بايه? بمرحلتين. نبدأ دلوقتي نتكلم على بتاعتها. الاندفرنت استيج اللي هيحصل فيها? هيحصل ان ده اهو ده ده كده. الانترميديات ميزودرم. تمام? ايه اللي هيحصل بقى? هيحصل ان اا هيحصل حاجتين. اول حاجة الااااا الاااا الايبيسيليم الاعنترميديات ميزودرم دول ده كده. هتحطي الابيسيليم دون هيحصله هو كمان بولجنج وهيخرج كده بعمل حاجه زي الصوابع شوف ايو 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 ظهر هنا هي ان الصوابع اللي خارجه دين بسبب البولجنج بتاع المزينكايم بتاع انترميديت ميزوديرم تمام حصل بولجنج بحصل برفريشن الابيسيليم وبالجنج الليل مزينكايم فعملين حاجه كده شبه الكورتس او الصوابع بتبقى خرج البرا كده تمام دي اول حاجه تحصل الثاني حاجه الا يحصل هيبدأ يحصل ان في خلايا اسمها دين بتظهر امتى بتظهر في الاسبوع الرابع طيب بتيجي منين بتيجي من الموجودة على تمام دا بيباعليه خلية اسمها دين هتبدأ تهاجر بحركة اسمها امي بويد موفمين لحد ما توصل فين لحد ما توصل عند الانترميديت ايبسيليم عند الانترميديت ميزوديرم تمام هتبدأ تتجمع عند الابيسيليم اللي حصله برفريشن دا تمام فالنترزل بقى اللي حصل دلوقتي دا ان احنا كونا حاجه اسمها ايه كونا حاجه اسمها جينتال ريجيس جينتال ريجيس تمام يباع الجينتال ريجيس بتتكون امتى بتتكون في الابيسيليم اللي حصل ان حصل حصل سيلومك حصل سيلومك ابسيليم بروليفريت تمام وحصل وحصل ايه وحصل ان عملت ايه هاجرد هاجرد روحت عند ايه ميزو ده دا اللي حصل كون لنا حاجه بقى اللي هي اسمها قلنا المزقيم بيبدأ يبلج كده عشان يبلج يخرج لبره كده فعملنا حاجه شبه الكوردس او الصوابع ايه كونت لنا تمام احنا دلوقتي كده لحد لحد اللحظة دي كده ان احنا نكونinde بريمتب سيكتس كوردس دي بتاع ميل لأ بتاع في ميل لأ ليه لان احنا في في الاندفرنت ستتج لحد ما احنا قفين كده دلوقتي حالا اه اللي بيحصل دون بيحصل في الميل والفي ميل زي بعضه بالزبط تمام لان احنا بنتكلم على الاندفرنت ستتج فكوننا الاندفرنت جونات اللي حصل دون بداية تكوين الاوبري او التستس تمام تبنى دلوقتي انا بتكلم عن ميل او مش في ميل فاحنا انا دلوقتي اقولنا ان احنا كونا يقولنا واللي هي بتبقى ان دفرنت جونات独itzer دلوقتي لو انا اه في ميل هيبقى اكس اكس خرموسوم هيبقى فيها الاندفرنت جونات اللي انا كوانتها heeft اهل البيومي فقوطس هتبدأ الت Burgeraniو في الى الأوبري طب لو اكس واي خرموسوم هيبدأ ت�� notably termitoire لي فتستس تمام دلوقتي بقى انا وعايزة هندخل بقى في احنا اصلا بدأنا خدنا محاول الاول هندخل بقى على المحاول التاني اللي هي اللي هيحصل هيتبع عليها اكس واي كرموسوم اكس واي كرموسوم اه ثم فكده اللي هي موجودة دلوقتي في بتحمل ايه? بتحمل اكس واي كرموسوم حيبدأ ايحفز اللي هي هيبدأ يحفزها هيحفزها تعمل ايه؟ هيحفزها ان هي هتبدأ تعمل كده مع بعضها تكون لنا على الصورة هي خيوط مع بعضها بدلا كده تعمل مع بعضها عشان تكون لنا زيان برضه هيبقى هتبدأ تعمل تاني عشان تكون لنا السيمينفرس كوردس والسيمينفرس تيبيول والتيبولي ريكتاي والريتيتيس ثاني عشان تكون لنا في الآخر التستيس كوننا الحاجات اللي هي في المضالة بتاع التستيس هتبدأ من بره هيكون سيك فايبرس كابسول اللي هو التونيكا البيجينيا تونيكا البيجينيا ده الترو كابسول بتاع التستيس تمام وبعدين تبدأ بقى تنفاصل عن التوميديات ميزودير مدون فتكون لنا التستيس وكده نكون كونا التستيس تمام هنكلم بقى شوية عن التستيس والخلايا بتاعتها تمام هنا بيقول لك ان السيمينفرس تيبيول اللي هي اللي هي دي اللي هي بتبقى اللي هي بتبقى قوة دي هم هي بتبقى قوة بالضبط يعني فمفردني هتكون ماشي بتبقى مفصولة عن بعضها بي اه ميزنكايم زي ما قلنا في الاول برضو بيبدأ يبلزج عشان يكون كوردس فالميزنكايم ده بيفصل عن بعضها وميزنكايم ده برضو بيكون لنا اللي هي اللي هي بتتكون امتى بتتكون في الاسبوع التامنى بالضايدج و دي تكون في الاسبوع التامنى ووظفيتها ان هي بالاة بتسكر eastern louder 2000 اللي هي يساهم في الاسبوب بعد كده بعد كده今天 اللي هي بدأت دفرينشيات في عشان تكونينا التستس هتبقى هتتكمل مع الميزونفريك تيبيولز تمام ميزونفريك تيبيولز مع هتبدأ هتزهر يعني ايه هتدينا الميزونفريك تيبيولز هتدينا الافرنتي داكتيولز هتتحد مع الميزونفريك داكت وتدينا ايه بقى في الاخر هتدينا الافرنتي داكت تمام تمام بعد كده ميزونفريك داكت تمام احنا من كلم على الداكت المهم من الوقت ان احنا هنقول ثاني كده اللي حصل هنا ان الريتي تستس اداتنا ايه الريتي تستس هصلها دفرنتي داكت تيبيولز بقت افرنتي داكت يولز الداكت يولز دي اتحدت مع الميزونفريك داكت وكونت لنا الابديديمس تمام بعد كده الباقي من الميزونفريك داكت مع التي لف ايه بديديمس هيبدأ يديفرنتي ايه الديفرنتي ايه تمام واحصل له الرينجيشن والسيك ماسكولر داكت اللي هي بقى ايه اللي هي بقى ايه اللي هي بقى ايه ماشي لو خدنا الصورة اللي هي دي كده تمام لو قلنا هنا كده ان دا الميزونفريك تيبيولز دا على بعضها انا قلنا بتكون في الحتة اللي في ومن تحت هيكون لنا حاجة اسمها جابرناكولم جابرناكولم دا مهم جدا جدا لان هو اللي هيساعدنا بالوقتي ان احنا ننزل تيستيز دي من من مكانها من الريجينال سايد بتاعها اللي هو المفروض في الابديمن ليه الاسكروتر تمام تمام اه دلوقتي بقى السيمنفريستيبيولز اللي هي في التيستيز بولك ان هي بتفضل مفروض ان هي بتبقى فيها اليومين عشان تكون الاسبيرنز وتمشي فيها وتروح للباس ديفرنز ويروح للجاكلات الداقس وكلام دا كله تمام بقلك ان هي بتفضل الاسبيرنز لحد until until the puberty الاسبيرنز تبدأ تكون ويمشي فيها بقى السيمنفريستيبيولز تمام السيمنفريستيبيولز دي هنكلم عن المكونان بتاعتها تقولك ان هي بتكون من نوعين من الخلايا سيرتولي سيلز واسبرماتو جونيا سيلز السيرتولي السيلزي دي بتبقى جاية منين بتبقى جاية من السيلوميك إبسيليم والاسبرماتو جونيا بتبقى جاية منين بتبقى اصلها البرامورديال سبيرم سيلزي بقى احنا كنا قائلين البرامورديال سيلزي دي بتبقى اصلها جاية منين جاية من الاندوديرمال سيلز اه افزا وال افزا يوكسك تمام باندوديرمال ان اورجن ده كان السيرتولي بتبقى ميزوديرمال ان اورجن تمام تمام كده احنا خلصنا احيكدى خلصنا التاسس تتكونحد بال تانيلة بتاعتها بالخلايا بتاعتها بكل حاجة تقريبا نقص بقى احنا احنا ا Click Link نحنا نؤديها للسائت المناسب لها لان هي لان التاسس تس هتلاقي ان ال Temperature بتاع ال Abdominal ال Cavity تبقى عالي قوي تمام ومش مناسبة مثله بيعولك هى من كون اليه عشان نعمل زبرماتوجينيس زبرماتوجينيس يجب درجة حرارة مناسبة درجة حرارة المناسبة اقل من درجة حرارة فبالتالي احنا عايزين نحن نروح مكان تاني غير لأكون درجة حرارة مناسبة اكتر هنروح اللسكروتين هوا معمولة عشانها اصلي طيب هنروح للسكروتم ازاي هنروح للسكروتم فاكرين احنا قلنا على الجابرناكلم احنا قلنا الكودالبورت افزا قلنا كودالبورت افزا تمام بيحصل له فيبروزين ويكون مسل فايبرز اللي هي الجابرناكلم الجابرناكلم دوا هي بيبقى جزء منه ماسك فيه التستس وجزء التاني ماسك في السكروتم من تحت تمام فهيبدأ يحصل له ويبضل يشد التستس تحت شد التستس تحت طيب التستس دي بقى وهي نزلة بتمشي بمراحل كده اول حاجة في بقولك ان هي بتبدأ ان هي تنام على البروتينيوم تنام عليه تنام عليه زي ما انتم شايفين كده ان هي هي ميلي على البروتينيوم شوية ميلي عليه حتى حتى البلش بينه تمام هي بتبدأ تنام عليه في الشهر السادس بتبدأ ان هي هتنام على في السالس في الشهر السادس بتبدأ ان هي ايه تعدي من الانجوانا breeding دي كده في الشهر السادس بتبدأ ان هي تعدية من و الانجوانا الرنق. ومن شهر السابع بتبدأ ان هي تعدي من الانجوانا الكنال كلها وبعدين في الشهر التامن بتبدأ ان هي تعدي من الانجوانا الرنق. وبالشهر التاسع بتبقى بتوصل للسكروتر تمام? اه بعد كده طيب وهي نزل ده كله. هل هي كده بتنزل لها نفسها لا ببقى فيه عوامل بتأثر عليها او العامل واهم عامل منهم اللي هو الميكانيكا الفكتور اللي هو الجابرنكتلم اللي هو اللي بيشدها اصلا الفايبرز بتاعة بتاعها بيضل شد فيها لحد ما نزلها فقوة هتأثر على السنت بتاع التسي تسي تمام تاني فكتور معنا الهرمونا الفكتور اللي هو مين اللي هو ثالث فاكتور اللي هو البريتونيال فاكتور البريتونيال فاكتور نحن قلنا ان هي وهي نازلة بتعمل حاجة اسمها ايه البروسيسوس فاجاناليس دوم بيسهل عملية ان هي تنزل و ان هي تتزحق عني بفاصيلتات تمام؟ ده ثالث فاكتور رابع فاكتور بيقول لك الانجيشن اف بادي ترانج انا شفهم اصلا شفهم مش مهم بس هما هي الدكتور اصلا ركزت على الثلاثة الاولين دولان بس وهم اكتر ثلاثة منطقيين و تحسيهم مهمين فيه تمام؟ تمام؟ قبل ما نطهل على الكنجينة الالومنس هاوريكو الانيميشن للدسنت بتاع التستس دي دي كده بدأت تدخل في دي كده تقريبا عادة الانجوينا الكنال تمام؟ هنكمل بقى دلوقتي احنا خدنا 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 و ازاي حصل المكونات بتاعتها و ايه هي المكونات بتاعتها و ايه هي الانواع الخلايا اللي فيها هذiera و اخدنا ازاي نزلت من ما كانت هي اللي هي كانت موجودة فيه اللي هو الانترميديرات اللي تجمد كدنية تنص الدهر اصلا فوه و نزلت المسافة دي كلها L الاحت ما وصلت ال كده بعدケده نس�던awomen اللي هو احنا اصلا بن ganhar شكل العرجات richer ا powiedz او업 ما بنشر нос هنظاف ايه بقى الكنجينة العمري في منها معين اا اول نوع خاص بالدسنت بتاعها تمام في مشاكل هتحصل في الدسنت دو وفي مشاكل تاني خاصة بالدبرومنت نفسه مشاكل هتحصل في الدسنت اول حاجة ان هي ما تنزلش اصل تفضل في مكانها تمام ايه ممكن تحصل بسبب ايه بتدام النص التست تصير احنا قولنا ان التستير مجرد ما بيتكون احنا اصلا التست بدأت تنزل امتا قبل تنزل لما لما خلصت الديفلمنت بتاعها كانت تكون فتستيرون هيؤثر وقلنا برضو من الفاكتوريز اللي بتأثر على دستانة بتاعت التستيرون تمام فهنا بقولك بقيه ان الكنديشن دي ممكن تحصل بسبب تمام دي اول حاجة ان هي ما تنزلش من مكانها اصلا تاني حاجة ان هي تنزل بسي ما تروحش لسكروتم تروح لمكان تاني اسمها ايه اسمها اكتبك تستس طب ده بيحصل بسعب ايه احنا قلنا ان هي بتنزل بسبب ايه بسبب الجابرنية كلم هو اللي بيشده الجابرنية كلم ده لقلنا ان هو بيبقى فيه بيبقى له يعنى هو زي مثلا الحمل يما مسكة في التستس واليما التانية في السكروتم تمام احنا بنقول كده مجازا ان هو يما مسكة في التستس ويما مسكة في السكروتم بنقولها مجازا لان اليما هو 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 اصلا يما مسكة في التستس واليما التانية مش يما واحدة يعنى هو بيبقى ليه كزا ايه كزا احنا بنقول مجازا بس ان هي يما مسكة في السكروتم لان ده بتبقى اقوى واحدة في حالات تانية بقى ما بتبقاش اللي مسكة في السكروتم هي اللي بتبقى اقوى فبتبقى بتبقى في اماكن تانية اماكن تانية زي ايه؟ زي مثلا ان هي ممكن تبقى تروح ل تروح مسلا او 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 ممكن تبقى تروح تمسك في الراوطة في او او انة كان فيه بردة في اليه الاوبر بردة في صوي تمام 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 بس كده بعد كده بعد كده المشاكل الخاصة اول واحدة فيهم حاجة اسمها او كونجينتال هايدروسين وده يعني ايه اه يعني ايه الاسم الشيء عليها اكتر يعني انه نحنا نقول عليها هي ايه بتحصل بسبب ايه احنا قلنا ان ال ان التستس وهي نزلة من الابدومين للسكروتم بتاخد معها فرض اسمه بروسسس فاجاناليس بروسسس فاجاناليس ده نقولنا الفيت بتاعه انه هو بيكون بروسسس فاجاناليس ده جزء بيكون جزء بيكون بيكون التونيكا فاجاناليس ويحصله في بروسس بيكون بيكون تقفل اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ تمام؟ فالانومة اللي بتاعنا اللي احنا بنكلم عليه دلوقتي ان البيستج دول ما بيتفلش ما بيحصلهش في بروسسس ويتيفل بيفضل تمام؟ فبالتالي لو هو مفتوح فاحنا دلوقتي عندنا حالتين لو هو مفتوح جامد فدول هيخلي الحاجات اللي في البروتينية بتنزل جوه يعني ده البيستج هو مفتوح اهو ظهر ان هو مفتوح تمام؟ يعني هنا مفتوح كله هنا مثلا مفتوح كله هنا مفتوح كله هنا مفتوح مثلا الحابة اللي فيه بس وهنا مفتوح في حتة في النص بس الحاجات دي التفاصيل دي مش علينا المهم يعني ان هو ايه؟ لو مفتوح حتة كبيرة ومفتوح كله دوان هيقد ان الوقت سوف انتستن هتنزل للسكروت تمام؟ اما لو مفتوح كله ما فيش مش هتبقى كبيرة كفاءة ان هيه تنزل عضا فهتنزل ايه؟ هتنزل في الهوت هذا هو اللي عملنا الهايدرو سيل هايدرو سيل أوف تستس أو سبرماتيك كورت تمام؟ تمام بعد كده بعد كده النوفو تستس النوفو تستس تتكونه بنفس الوقت بنقول عليها برضه هيرمافروديت اخر حاجة هي الجنادان جنادان ديس جينيسيس ما تكونتش ومش مش بتاعي فم امبروبر فورميشن افتسس تمام البرامورديا جينيسيس هتكون هتكون دينا السبيرماتو جوني السبيرماتو جوني هي بتعمل السبيرماتو جونيسيس فتخيل لقتي ان ما رحتش ما عملتش مجريشن فيش سبيرماتو جينيسيس تمام تمام كده خلصنا التستس بكل ما فيه هنبدأ بقى ندخل فيه الجينتال داكتس الجينتال داكتس عندنا نوعين من الداكتس اللي هيكونه الجينتال داكتس بتاعنا فيه ميزو نيفرك ميزو نيفرك اللي هي الموليريان داكت زي ميزو ديرمال احنا كنا لما كنا لما كنا نكلم في الاول عن لما كنا نكلم على البتاع دي اللي هي الجينتال ريتجس اللي هو دا تمام شايفين بقى هل هو اللازر اللي في النص دا دي الميزو نيفرك وبارا ميزو نيفرك هى جنبها بس مش ظاهرة في السورة دي المفروض جنبها جنبها قوي يعني تمام بس مش ظاهر بس اه 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 اي اة اي اي تمام عشان ما نكونش يظاهرة في السورة التحت تمام تمام باهم دقات عندنا نعين من الدكتوس ميزونفريك داكتو بارا ميزونفريك داكتو هما بيبقوا جنب بعض وبيبقوا كمان بيبقوا جنب بعض وجنب الجناتز كمان يعني اهو جنب بعض وجنب الجناتز بيبقوا نازلين down to the posterior wall of your genital signs ايه بيقولك ايه تمام احنا لما قلنا ان فيه in different stage و different stage برضو لما نيجي نتكلم في ال in different stage تايع development of genital doctors هنلاقي ان الاثنين doctors دول هما الميزونفريك بارا ميزونفريك بيبقوا موجودين هنا بيقولك اهو بيقولك in the early stage of development اللي هي ال in different stage the two doctors are present together as an in different stage بعد كده بعد ما ال in different stage هنبقى بتخلص بعدما ال in different stage بتخصل بيبدأ يحصل Differentiation Wow え Ou يحصل الواحدة منهم بس. طيب. دلوقتي على اساس ايه بقى? على اساس ايه الحدد؟ طيب لو دلوقتي الامبيرو ده فده مال مين الخليقة مين한다 اللي هتكامل معنا وهي حصلها اللي هي 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 اللي هتكمل في الميل. تمام? هي اللي هتكمل في الميل. اما الفيت بتاعها هيحصل لها ايه? هيحصل لها وهتختفي. اه طيب لو في ميل. لو في ميل يبقى العكس بقى هي اللي هتكمل. دي اللي هي اسمها هي اللي هتكمل. اما الميزونيفريك عشال لها برضو هتختفي طيب اللي هي بقى الميزونيفريك هتبدأ تتعمل الديفرنتشيشان هتعمل ايه هتكون دينا افرنتي تيبيولز تمام هتكون من الميزونيفريك تيبيولز هتكون من الافرنتي دقتيولز هتكون الميزونيفريك تيبيولز هتكون الميزونيفريك تيبيولز هتكون الميزونيفريك دقتيولز 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 هتكون بتخطفي معادة كزا حتة كزا حتة منها هتفضل موجودة هتعمل لنا حتة منها من فوق من فوق كده هتفضل موجودة هتعمل لنا او اللي هي موجودة اللي احنا قلنا عليها في اللي ميجي كون بروستات مش باينة هنا فيش ثورة مبينة تمام معلين هانت اكيد فاكري انا هنحضر الانات تمام فهتلقتي في اه المفروض تمام تاني بقى تاني كده بتاع الميل هتتكون من ايه عندنا دلوقتي ميزون نفرق تيبيولز وميزون نفرق تيبيولز وميزون هتكون هتكون ثلاث حاجات هتكون ثلاث حاجات تمام تمام وان البارو ميزون نفرق دي انا هحصلها وهتختفي معادة معادة حتتين كده حتتين حتة مفوق وحتة من تحت حتة مفوق هتكونينا حاجة اسمها بتبقى فوق كده يعني مثلا يعني مثلا قد التستس اهيه تمام والمفروض ان دي الميزون نفرق الميزون نفرق ميزون نفرق مسلا جنبها المفروض ان هي تختفي كلها معادة حتة مفوق هتعمل لو كماننا بقى روحنا عند البروستات هتعمل لنا ايه لو او弄ي اهو ايه ان لو اوphase ايه ايه كان في حتة كلها نصف تبقى خارجة كلها تعمل لنا تمام تمام ايه خلصنا بعد كده بتطلع كمان من يبقى هي كمان يعني كانت موجودة في الميزودير تمام يبقى الجملة اللي تحت ده يعني قلناها فوق منين بالضبط من كون لنا كون لنا البلوء اللي بتبقى تحت كمان السمن الفيسيكل زي كونت لنا بعد كده الدكتورة ما شرحتوش وسألناها في الاخر قالت مش علينا تمام فهنعديها ونتخد على بقى تمام نسخد بقى كده هنا كده عندنا احنا هنا كده في المنطقة دي اسمها ايه اسمها الحتة دي كده اسمها احنا هنا كده في الكلواكة احنا نزلنا فحسيرنا بقى الميزوديرم خالص ونزلنا عند الكلواكة دلوقتي برضو هنبدأ برضو زي ما قلنا كل حاجة كل حاجة يعني الشكل ده كده الشكل ده كده هيكون موجود في ميل وفي الفيميل يعني نفس الشكل اللي قدامنا ده بيبقى موجود في الاتنين طيب الشكل ده كده بيكون من ايه بيكون من وبنفسيج اللي باره دون اسمه واللي فوق دي اسمها واللي تحت دي اسمها تمام اه تمام والشكل ده بيكون موجود في ميل او في ميل طب ايه اللي هيحصل بقى هيبدأ يحصل ده هيبدأ يحصله عشان يكوننا ايه والجنتل تيوبركل دي هنا هيبدأ يحصل لها عشان تكوننا البينيس دي الانل الانل هتكون الانل 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 سعيدي يعني تمام تمام بس كده يبقى تاني بقى السكروتم السكروتم هيتكون من ايه هيتكون من الجنتل سوينيك بيبقى ميزودرمال سوينيك بيبقى ميزودرمال على الجنبين ستويتد ون سايد زي يورو جينيتل ميمبرين هيبدأوا كده يعملوه اه وحد ما يوصلوا اتباع ويعملوا دايرة كده اهي تمام تكونوا ايه السكروتم اه تمام كده خلصنا بعد كده الانل قلنا هيكون من الانل 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 اللي فوق دي اهي هتبدأ تكون الالبينيس منها تمام تبدأ احسن الله تكون حاجة اسمها فلص ولا 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 اسمه اييدا اليورو جينيتل فول هي هي يبدأ كمان هو كمان يأكسب عندي عشان يكونينا يوريسر البلايت يوريسر البلايت داوان as a cord of endodermal cells arising from the phallic part of the eurogenital sinus يبدأ اندودرمال ماشي بعد كده او بعد كده انا بقول لك المنطقة بتاعت اليوريسرا بتبقى اكتودرمال الورجن تمام يبقى يبقى اكتودرمال الورجن واليوريسرال بليت بيبقى ايه بتبقى اندودرمال الورجن و الجنطالي تبقى ميزو درمال الأرجن الجنطالي تبقى ميزو درم يوريسرال بلايت اندو درم الجلنز فينس بتبقى اكتو درمال الأرجن بتطلاق منين extend the course to come continuous with the sponge يوريسرى ماشي the breast growth forwards as a fold of the skin which covers the glenze venice الجزء اللي تحت ده الحتة دي كده نفس المكرر يعني في الجزء بتاع البينيس نحن نجينا تلانوماليس الدكتورة لاتمش معي تمام يبقى كده احنا خلصنا المحاطرة هنشوف بس تاني انيميشا بردو الجزء بتاعك الجنطالي ده جزء بردو جزء بردو جزء بردو منحظ بردو نفسerstام في يحصل ان Labour واحدت ب pending دي يبقى اكتو ديرمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة